أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثلوا جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بخطوات مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل جمع مبلغ مليون ونصف المليون دينار بحريني زيادة لرأس المال بالاشتراك مع ثلاثين مستثمر من القطاع الخاص سموه أكد أهمية تكامل الأدوار بين مشاريع الأمل والقطاع الخاص في سبيل طرح وتبني العديد من المبادرات النوعية المستقبلية والمشاريع الخلاقة في سبيل خلق وتطوير بيئة استثمارية داعمة ومحافزة لرواد الأعمال الشباب في المملكة وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات جلالة ملك البلاد المعظم ورؤية الحكومة برئاسة سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤية البحرين 2030 جاء ذلك خلال الفعالية التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد في بورصة البحرين للإعلان عن زيادة رأس المال لمشاريع الأمل بالتعاون مع القطاع الخاص والتي حضرها عدد من المسؤولين إضافة لمستثمري مشاريع الأمل الثلاثين من رواد أعمال ومدراء تنفيذيين ومن ذوي الخبرة والذين تعهدوا بتمكين رواد الأعمال البحرينيين الواعدين لتوسيع عمالهم للأسواق العالمية وأشهد سموه بالاستثمار المشترك للقطاع الخاص في مشاريع الأمل واشتراك أهداف الجانبين في دعم الشباب البحريني عبر عالم ريادة العمال باعتبارهم ركيزة للوطن ومستقبل مملكة البحرين موجها سموه القطاع الخاص ومشاريع الأمل لخلق بيئة مثالية تضمن استمرار هذه الشركات التي تساهم في بناء قوة داعمة لريادة العمال محليا لتكون مشاريع الأمل بوابة الشباب للريادة وعنوانا لنجاحاتهم ومن جانبه أعربة سعدت السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة مشاريع الأمل عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه المتواصل لمبادرات مشاريع الأمل الرامية إلى تعزيز مشاريع الشباب القابلة للنمو مضيفا أن التحالف بين مشاريع الأمل والقطاع الخاص سيكون له دورا أساسيا في نجاح البرامج المواجهة إلى رواد الأعمال الشباب موسيقى موسيقى